وعندما تغضى المشرع الجزائري أستاذ نجيبي طام على هذا الجزء إلى أي مدى انتشر هذا الزواج وما هي الإشكاليات القانونية المترتبة عنها زواج العرفي؟ هو موجود بكثرة نتيجة نقص ثقافة الشرعية في المجتمع الجزائري في المجتمع الجزائري لا تقبل الزوجة الأولى أن تكون لها ضرع هذا هو المشكل هذا هو المشكل تلقاها مرات صليت خاف ربي حاجة بيت ربيت الزكاة الصوم الصدقة الصلاة في وقتها تدير كلش انت تقولها الزوجة الثانية تقولك حبس تم أنا ولا هي أور شريعة الإسلامية أجازت ذلك عندنا حلاف الجزائري ما كانش فيضطر الزوج يضطر الزوج ما يحبش يسمح في الزوجة الدولة ما يسمحش فيها عنده معها عشرة كين الملح بيناتهم كين بيناتهم أولاد كين بيناتهم عشرة يضطر يروح يدير زواج عرفي خلصة على الزوجة كيتفق به الزوجة كيتفق عندها خيار المشرع أعطاها حق في المادة في المادة أعتقد ثمانية مكرر من قانون الأسرة اسمها المشرع التدليسة يعني بالدرجة تكليح كلها إذا فقت به بينات الزوج بزوجة ثانية عندها حق تروح تدير دعوة تتطلقها هل تترتب عليها إشكاليات قانونية؟ لا كان حتى إشكال قانونية كل ما هو وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يجيزه القضاء الجزائري وما في حتى مش كله احنا ما نعرفوش خير من ربي سبحانه طبعا ما نعرفوش احنا أحكام ما يمكنش يكون شريع وضعي خير من أحكام الشريعة الإسلامية مدم الشريعة الإسلامية أجازته بالإطار الشرعي هنا هو الإشكال ووافقه المشرع الجزائري ووافقه المشرع الجزائري كين ثقافة اجتماعية غلطة إذن المشرع الجزائري لم يجرم الزواج العرفي ولم يجرم تعدد الزوجات بل هو فعل مباح حلة الشريعة الإسلامية فهو أمر جائز ويقره القانون الجزائري والقضاء الجزائري